موسيقى عندما يطلب فريقاً ضم حارس شاب موهوب سيقدم عرضاً مالياً قوياً لإقناع ناديه بالتخلي عنه لكن أن تطلب العملاق جيان لويجي بوفون مقابل بعض الفطائر والتذاكر فهذا قد يكون العرض الأغرب في التاريخ اعتزل العملاق بوفون بعد رحلة طويلة مليئة بالمجد والإنجازات التاريخية وملئة كذلك بالمواقف والمحطات الغريبة والعجيبة واللقطات المثيرة للجدل فقد يوفينتوس هويته المعروفة لدى الجيل الحالي حينما فقد حارسه التاريخي جيان لويجي بوفون دون شك ويبدو أن كرة القدم نفسها تفقد هويتها التي كونتها في العقود الأخيرة باعتزال هذا الحارس الأسطوري بوفون تبقى للتقارير قرر وضع حد لهذه المسيرة التي تعتبر واحدة من الأطور عبر التاريخ بعد 29 عاما قضاها في الملاعب حاميا لثلاث خشبات وشبكة مطمئنة أمامها لن تهتز إلا قليلا طالما هذا الحارس العملاق يقف أمامها الحديث عن أرقام بوفون وإنجازاته التاريخية لا يحتاج للكثير من الكلمات فقد نختصر هذه الإنجازات بقولنا إنه حقق كل ما يمكن تحقيقه كلاعب كرة قدم وفشل فقط في حصد لقب واحد وهو دور أبطال أوروبا رحلة بوفون في كرة القدم لا يمكن وصفها بأنها مسيرة مهنية هي حياة كاملة عاشها هذا العملاق الإيطالي على مدار عقود طويلة وهذه الحياة كانت مليئة بكل اللحظات المي وكانت مليئة كذلك بالمواقف الغريبة والعجيبة غرائب بوفون تبدأ مع رحلته في كرة القدم إذ إنه بداية في مسيرته كمهاجم صريح حتى عمر الثانية عشر لكن كأس العالم 1990 كان له دوره في تغيير هذا النجم لمركزه تألق الحارس الكاميروني توماس نكونو وخطفه الأنزار من الأساطير مرادونا وجاري لينكر جعله يفكر في التحول إلى حراسة المرمة وبالفعل أصبح حارسا لنادي بارما بل وصل الأمر إلى أن بوفون أطلق اسم لويس توماس على نجله تيمنا بالحارس الكاميروني الذي غير مسيرته ظهر بوفون لأول مرة مع بارما في عام 1994 في مواجهة مرعبة أمام ميلا وكان نجم المباراة الأول وهو مراهق صغير ليس إلا ولم يشاهد أي مباراة من مقاعد البودلاء بعد ذلك لمدة طويلة جدا في 2001 بدأت رحلة العشق الغريبة بين بوفون ويوفينتوس حتى أنه كان أحد اللاعبين القلائل الذين رفضوا الرحيل عن الفريق بعد الهبوط للدرجة الثانية في 2006 وكان أحد ثلاثة من أبطال العالم الذين رفضوا الرحيل كونه لا ينتقل كثيرا فإن بوفون تلقى القليل من العروض في مسيرته إذ إن يوفينتوس الذي قدى فيه أغلب مسيرته كان يعلنها صريحة وللعالم كله بوفون ليس للبيع وهو ما أبعد عنه العروض بعد سنوات طويلة وفي عام 2018 أعلن بوفون الرحيل عن يوفينتوس كبر في العمر والنادي يحتاج للتغيير وهو يرغب في الاستمرار هنا تلقى أغرب عرض على الإطلاق نادي بيلينيسيش النشط في الدرجة الخامسة البرتغالية قدم عرضا مغريا لبوفون مطالبينه بالانضمام للفريق للمساعدة على العودة للدرجة الأولى مقابل تذاكر لكل الأماكن السياحية في البرتغال ليس هذا وحسب بل سيمنح النادي بوفون اشتراكا سنويا بمتحف الفنون والعمارة والتكنولوجيا إلى جانب ست فطائر بالكاستر أسبوعيا والتي تعتبر أشهر الفطائر في البرتغال للأسف بوفون رفض هذا العرض المغري للغاية ولكن لا نعرف كيف يمكن لأحد أن يرفض عرضا كهذا بوفون أثار الجدل كثيرا على مدار هذه المسيرة الطويلة أولا بقميص سوبرمان الذي طالما ارتداه مع بارما معتبرا نفسه شخصا خارقا ما تسبب في طلقيه العديد من الانتقادات لكنه كان يرد عليها بكل قوته في الملعب بخطأ بسيط اعتبرت الصحافة الإيطالية بوفون محبا للألماني الشهير هتلر لكنه خرج واعتذر وأكد أنه لم يكن يعلم معنى هذه الحركة وبعدها بأيام كان يرتدي القميص رقم 88 مع بارما ما دفع الصحافة مجددا لاعتبار هذا الرقم رمزا للتحية الشهيرة لهتلر ما اضطره لتغيير رقمه سريعا وكاد بوفون يعتزل في سن السادسة والعشرين عاما بعد تعرضه لحالة من الاكتئاب كونه غنيا ومشهورا للغاية لكنه لم يعد يشعر بالسعادة من الروتين اليومي الذي يعيشه وكاد يستقر على ترك كرة القدم كما أن العملاق الإيطالي أحد المشهورين بإدمان المقامرة والمراهنات وكلها خارج عالم كرة القدم وفي عام التتويج بالمونديال في عام 2006 خسر بوفون أموالا طائلة نتيجة المراهنات المستمرة قبل أن يعتزل هذه العادة السيئة في نفس العام وكونه حارس فريدا من نوعه فعندما قرر بوفون الانفصال عن زوجته قرر فعل ذلك بطريقة فريدة كذلك إذ قام بفعل ذلك في تصريحات صحفية إذ أكدت أنها علمت بانفصالهما من وسائل الإعلام ولم يتحدث معها في الأمر من الأساس وبخلاف كونه مدخنا كبيرا رغم تألقه الكبير بوفون اشتهر بعصبياته داخل الملعب ورغم أنه لم يدخل في خلافات كثيرة مع الحكام على مدار مسيرته لكن لقطته الأشهر كانت مع حكم مباراة ريال مدريد في دور أبطال أوروبا بوفون كان يطمح للتتويج بدور الأبطال وكان يوفينتوس يملك فريقا قويا وقادرا على فعل ذلك كما كانت لهم الأفضلية أمام ريال مدريد لكن فجأة احتسب الحكم ركلة جزاء للريال بوفون لم يتمالك نفسه واندفع نحو الحكم وقال له أنت لست إنسانا بل حيوانا فما كان من الحكم إلا أن طرد بوفون الذي تعرض لصدمة كبيرة محاول لاعتذار لكن البطاقة الحمراء كانت قد ظهرت بالفعل بوفون خسر نهاء دور أبطال أوروبا ثلاث مرات في مسيرته ومشهد سيره متأطئا للرأس إلى جانب كأس البطولة باتت الصورة الأشهر في مسيرة الحارس المخضرم في هذه المسيرة الطويلة لعب العناق الإيطالي جيان لويجي بوفون مع الأندية 975 مباراة لم يسجل في مسيرته وطلق خمس عشرة بطاقة صفراء وخمس بطاقات حمراء طلقت شباك بوفون 825 هدفا لكنه خرج بشباك نظيفة في 429 مباراة ومع المنتخب الإيطالي الذي لعب له منذ السن المراهقة تواجد بوفون في 176 مباراة دولية تلقت شباكه 146 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 77 مباراة ولم يطرد بوفون على المستوى الدولي أبدا أخيرا يمتلك لهذا الحارس التاريخي العملاق 27 لقبا في مسيراته الطويلة بواقع 10 ألقاب للدور الإيطالي و 6 ألقاب للكأس و 7 للسوبر المحلي إلى جانب الدور الأوروبي مع بارما ولقب للدور الفرنسي ومثله للسوبر الفرنسي وأخيرا لقب لكأس العالم مع إيطاليا